تكثر التناقضات في بلاد فاقت عجائب السياسة والظروف الحياة فيها أكثر من أي بلد آخر فالعراق اليوم يكتظ بحالة الطلاق بالآلاف وتضج محاكمه بتسجيل حالة الانفصال الزوجي لتتصدر بغداد أعلى القائمة بين المحافظات إحصائية المجلس الأعلى للقضاء تزامنت بحالة تناقض غريبة مع يوم عيد الحب ذلك الذي ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بالورود الحمراء ورسائل الأزواج والعشاق لكنه يوم لإعلان إحصائية مخيفة من الطلاق في البلاد أما الأسباب فهي الأشد خطورة في بلد يعاني من ظروف المشهد الأمني والسياسي والصعوبات الاقتصادية تحت وطأة تدخلات من دول خارجية كل هذا يدخل في تسعيد مواشر الطلاق وخراب البيت العراقي لأسباب أكبرها أن حقوق المرأة العراقية هي الأشد غيابا مع وجود حقائق تفضح العنف ضده وغياب العقوبات الرادع في ذات الوقت فإن الظروف المعيشية كالبطالة والفقر والنزوح تلعب دورا مهما في انتشار الظاهر الخطير بين أفراد المجتمع العراقي وقد أثرت هذه النسبة المرتفعة القلق من تصاعد ظاهرة الطلاق إذ تؤثر سلبا على أمنه واستقراره فهذه النسبة تعبر بحسب المختصين عن انتساع نطاق دائرة التفكك الأسري وما يرجم عنه من مشاكل وأزمة اجتماعية حادة ومتناسلة حيث تحصل كل يوم نحو 210 حالة طلاق تقريبا بواقع قرابة 9 إلى 10 حالة في الساعة الواحدة اشتركوا في القناة